رسالة إلى الذين يحتفلون بما يسمى عيد الحب أو عيد الفلانتاين أنتوا عرفين ليش الغرب سموه عيد الحب؟ طيب عرفين من هو فلانتاين اللي بتحتفلوا فيه؟ إذا كنت مش عارف فهذه مصيبة وإذا كنت تعارف فالمصيبة أكبر هذا العيد عيد وثني من أعمال الجاهلية وما إلو علاقة في الإسلام فلانتاين اسم شخص كان يشتغل خادم عند الإمبراطور الروماني في هذا الوقت كان الإمبراطور مانع الزواج في هذا الوقت إجا فلانتاين وعمل علاقة معرم مع بنت الإمبراطور عمل علاقة زنه وكان يقابلها في السر عرف الإمبراطور في القصة وفي خيانة فلانتاين راه يعتقلوا وشارقوا قدام كل الناس حتى لزل منه الدم كان يومها 14 فبراير ولما الناس شاهدوا الدم أحمر قرروا يحتفلوا فيه باللون الأحمر والعرب والمسلمين للأسف صاروا يحتفلوا زيهم زي الكفار الشوارع أحمر والمحلات أحمر والبيوت أحمر كل أحمر في أحمر عجبا يا مسلمين اتبحثوا عن الهدايا باللون الأحمر وفلسطين غرقانة بالدم الأحمر وسوريا غرقانة بالدم الأحمر واليمن غرقانة بالدم الأحمر وليبيا غرقانة بالدم الأحمر والعراق غرقانة بالدم الأحمر وبورما غرقانة بالدم الأحمر وكل بلادك غرقانة بالدم الأحمر عجبا يا مسلمين انسيتوا اخوانكو انسيتوا الدماء والاشلاء صرتوا تحتفلوا بموت واحد خاين زاني خلاص صرتوا تتبعوا ببادل اصنام وبطلتوا تتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الانام خلاص صارت حياتك وكلها اعياده ورقص وفجور واخطلات قدروا عليكم الغرب يا امة محمد يا من كنتم خير امه اخرجت للناس عمركو شفتوا ايا كافر بيتضمن مع المسلمين وبيحتفل فيها عيادهم عمركو شفتوا ايا كافر بيتبع خروف لحتى يقلد المسلمين في عيد الاضحى عمركو ما شفتو ولا اتشوفو وراح نضلنا جهلة مغمضين عينينا ومشين ورا الغرب الاف المسايخ حرموا ما يسمى عيد الحب لكن المسلمين ولا عبالهم وسنة عن سنة العياد بتزيد اكتر والحرام بتزيد اكتر والله بينتقم منا اكتر واكتر اصحوا يا مسلمين ويعرفوا ايش بتعمله صرنا مسخرة ومضحكة للناس هذه نصيحة مسلم محب غيور على دينه اسمعوا قبل فواتي لاوان وما بقول غير اللهم اني بلغ اللهم فاشهد